السلام عليكم طبعا ان شاء الله اطلع غلطان انا بتمنى اني اطلع غلطان يعني انا ما عندي اشي ضد الزلمة ولا عندي اشي ضد بس عم قلكم هاي افكاري انا عم فكر بصوت علي حبيت تسمعها خليك على الفيديو اسمعو كم للاخر ما حبيت تسمعها سكر الفيديو واطلع عادي يعني ما في مشكلة عرفت كيف يعني ما مش طالب منك لا تشترك بالقناة ولا تعمل لايك ولا ديس لايك ولا تكتب اي اشي طبعا كل اليوتيوب او الفضل اليوتيوب اليومين هدول خصوصا يوتيوب الالعاب البوب جي موبايل انطوش او يعني صحي على شغلة او على قصة انه قناة ابن سوريا تسكرت او راح تتسكر والسبب انه مخالفة اللي هو حقوق الملكية في فيديوهات اللي نزلها الاخر فيديوهات نزلها طبعا عبي يقول هو عبي يقول انه اجاد ثلاثة 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 وهذا يعني انه القناة راح تتسكر بعد اسبوع او ما بعرف يعني اليوتيوب اعطاه مهل اسبوع يحل الموضوع ولا مش عارف بس هو هيك عبي يحكي انه اسبوع طبعا مش هو لحاله طلع واحد تاني في قناة تانية صور بنفس اللوكيشن اللي بصور فيه ابن سوريا وحكى انه ابن سوريا مريض وابن سوريا راح يعمل عملية وما بعرف ايش ان شاء الله الله يقيمه بالسلامة وانه القناة فعلا تسكرت وهو اللي كان يمنتج يعني هو اللي كان يعمله المونتاج فهو متأكد انه مستحيل انه حط اشي عليه حقوق ملكية فشلون يعني اجال الاسترايكات هاي وشلون يعني تسكرت او راح تسكر القناة انا من المحبين لابن سوريا وانا بتابع فيديوهاته كلها مع اني ما بلعب يعني ببجي على الموبايل ما بلعبها حتى على البلايستيشن يلا يلا افتحها بس بحب بحب فيديوهاته يعني شلون بمحريفه باللعبة وشلون يعني بضحك يعني فيه له شغلات فيه له نحفات الواحد يعني والفيديوهات تبعته ما بين من منها وبشوفها كلها يعني للآخر الفيديو بشوفه يعني عشرين دقيقة خمسة عشرين دقيقة نص ساعة بشوفه للآخر يعني انا ما عندي شي ضد ابن سوريا طبعا مين انا عشان احكي على ابن سوريا يعني قناتي كلها ياتا فيها اربعمائة خمسمائة وقع خمسمائة مشترك والمحتوى تبعي غير المحتوى تبعه بس ولكن الفكرة انه يعني هاليوم وانا مروح من الشغل يعني كانت فيه افكار عبتيجي يعني عمفكر بصوت عالي عبقول طب ابن سوريا عبيقول انه السترايكات اللي هي حقوق ملكية حقوق ملكية يعني انه هو ناشر شي في الفيديو هالتبعته سواء بالثمبنيل او سواء بالفيديو نفسه عليه حقوق يعني ملك لاشخاص تانين سواء موسيقى صورة فيديو ايش مكان اوكي هلأ هو عميقول هيك يعني هو السترايك تبعه ما اجلى انه مخالف لقوانين يوتيوب او انه سابب على حدا او انه معتدي على حدا او انه ناشر صور مش قويسة او انه مثلا عن يعني الشغلات الثانية اللي ممكن اليوتيوب يعطيك سترايك عليها لا السترايك تبعه حقوق ملكية طيب هلأ لو اجينا في الاول شغلة الانستغرام اللي نزله او الانستغرام لما نزل الفيديو الفيديوهات اللي ورجان ايها او اللي عليها سترايكين واحد منهم اللي هو اخر فيديو اللي هو تبع الريال بص اللي عامل داونلود للانستغرام تبعه او للفيديو اللي نزله عن الانستغرام يشوف الفيديو شوف شو مكتوب اسم الفيديو يستحق اللي هو الريال بص اللي هو اخر فيديو نزله بعده موجود ع القناة وبتقدر تشوفه ما محذوف والفيديو اللي محذوف بس اللي هو الفيديو تبع الاعدادات اللي نزله قبل فترة على الاعدادات اللي هو هو اعداداته الخاصة هذا الفيديو مش موجود اوكي او فيديو تبع الميتين ليرا تبع اللبن بس اخر فيديو هذا الموجود طيب هلأ نفكر بصوت عالي طبعا يا اخوان يعني انا لا فايت اسب ابن سوريا ولا فايت ادم في ولا لا انا عم فكر بصوت عالي يعني اشي اجب مخي وحبيت اطلعه اشاركه معكم هلأ وصل الفيديو ما وصل اه ضرب ما ضرب مش فارقة معي يعني حتى يعني لا تعمل لايك على الفيديو اوكي بس اذا انت موافقني او انت يعني عندك الاحساس هذا يا راي تكتبلي في الكومنتات وطبعا اللي بده يسب علينا الله يسامحوا ورمضان كريم واللهم اني صار هلأ هو اعب يقول انه الاسترايكات حقوق ملكي طب مين بيملك حقوق ملكية هدول الفيديوهات يعني فكر معي بصوت عالي مين مين اللي في العالم بيملك الحقوق هاش ابن سوريا هو الوحيد اللي بيملك الحقوق هاي صح ما في غيره طيب هلأ هو عم يقول انه لما يفتح على الشكوى ويشوف الشكوى عم يقولك عم يشوف اسم الشخص طب يا اخي حطلنا اسم الشخص بعدين بيطلع الشريكو او بيطلع اللي يعني اللي بيساعده بالقناة اللي عم ينتج له الفيديوهات بيقولك شركة طيب يعني احنا لقيمتا احنا العرب ننضل عايشين في ضل المؤامرة هاي يعني نضل نتخيل انه مؤامرة احنا علينا واحنا المؤامرة والماسونية امتا رح نخلص طب هو ابن سوريا عنده 2 مليون يعني 2 مليون واشي كويس طب ما فيه قنوات باليوتيوب عنده 4 و 5 و 6 و 7 مليون ولا عمر يعني ولا عمر شفت واحد طلع قال انا علي هجمي من مين مكان يكون سواء من اي دولة مصري سوري الماني عراقي ايش مكان يكون يعني من الوطن العربي خلينا نقول طب حطلنا يا اخي مشان خلي خلي الواحد يعني يعرف راسه من اجريه مش يعرف راسه من اجريه يبعد عنه اي شك تاني خلي حطلنا مين اسم الشخص او اسم الشركة يا شخص يا شركة والله ما انا عارف وبعدين كيف بيملك حقوق ملكية انت مالكها يعني ما في غيرك بيملك حقوق يعني يعني بما معنى اذا بده حدا يشتكي عليك انت بتشتكي على حالك بس وبتسكر القناة هلا اللي اجا في بالي انا انه هم قالوا بعد اسبوء وهو قال بعد اسبوء راح تسكر القناة اللي اجا في بالي وعلى طول قالك اه يعني طبعا اي واحد بديهيا بديهيا لما انا انزل فيديو اقول لك قناتي فيها 2 مليون يا الله شو بدي اعمل مش عارف شو بدي اعمل راح يسكروا لي قناتي بديهيا عن جيب ولد صغير ابن اختي الصغير بيقول لك طب افتح قناة تانية وخلي الناس تيجي عليها هلا هو ما حكاها هلا هو ما حكاها هو اظهر انه هو مش عارف شو بديه طب انت يوتيوبر يا سامر انت هيوتيوبر يعني وما شاء الله عليك لك يعني في الباع وهذا صعيم اصر لك زماني يعني اول فيديو نزلته انت بشهر واحد يعني شهر 12 2018 يعني مش خلينا نقول تعب السنين بس هي ضربت معك الله يعني ربنا الله انه رب العالمين اعطاك مرة واحدة يعني هو مش تعب السنين يعني لما نروع على قنوات يوتيوب تانية فيها ملايين مشتركين تفرج على اول يوتيوب اول فيديو يقولهم من خمسة وستة وسبعة وعشر سنين بنزلين اول فيديو هذا بتسميه تعب السنين اما سنة اللي بيجابه بيجيب غيره ويس هاي شغلة اه شغلة تاني انه هو ما استنى انه هو يقولك انا فتحت قناة تانية لا الناس كتبت له ويفتح قناة فشو قال هو انا على الناس على هو الناس رح اعمل قناة تانية من شان في حال اذا سكروا هاي طب شوف يعني في حال يعني رح يسكروها ولا مش رح يسكروها هاي هذا السؤال ونزل عليها فيديو مبارح مبارح نزل عليها فيديو اول فيديو جاب اثنين مليون مشاهدة وقناته هلأ الجديدة اللي عملها جديدة هو عليها تقريبا ستمية سبعمية الف مشترك وما بظن انه يعني بعد يومين اذا ما بتوصل المليونين يعني انا بفهمش اشي هلأ اللي انا مفكر فيه او اللي خطر لي بصوت عالي انه بعد فترة رح يطلع ابن سوريا رح يقولك انا حالي من الحالتين رح يضل قناة ابن سوريا العادية الاصلية رح يطلع علينا ابن سوريا بعد فترة يقولك انا شلت السترايك وتراجع وتفاهمت مع اللي كان مشتك علي او اليوتيوب فهم علي وحقق ومش عارف ايش وكذا وشالوا السترايك وهذا ورح تضل قناة ايش قناة اه اللي هو الاصلية ورح تضل القناة الثاني طب رح تيجي تقولي طب ليش خلص طب معنات القناة الثاني شو شو لأ ما هون اللعب الشغل الثاني اللي اللعبة اللي انا مفكر يعني السيناريو اللي انا خطر لي انه اجاب نسوريا عارض انه شو رأيك تعمل بدنا نعمل قناة بس هو ما اخذ حقص يعني شندي مندي مو انه شريك ولا انه اشي كويس كيف بدي اصير طب كيف بدي اجي انا طيب هم اللي بدي افكر له في الموضوع انه فكر له انه الناس كيف رح تقول انه طب ليش ما هو عنده قناة ليش فتح قناة تاني يعني شو لو لعبة تاني الواحد بحكي مثلا فورتنايت او يلا هاي للفورتنايت وهي للشو اسمه مع انه ما فيش يعني يعني مش منطقية انه يعمل واحدة للبوبجي واحدة للفورتنايت ما كله كله نفس الالعاب يعني اللي راح بتفرج عليك على هاي راح تفرج عليك هاي ليش تعمل قناتين انه خليلنا القناة انت نزل على القناة وبعد فترة بس يوصل القناة فيها مشاهدات وملايين وكذا بتصير تنزل انت على القناة هاي طبعا بعد ما يقول لك انه انا خلص يعني اليوتيوب شال عني وانا تفاهمت انا واليوتيوب وكل شي تمام وبس راح خلي القناتين مفتوحات واشتركوا بالقناتين ومش عارف شو راح يصير اننزل فيديو هون وفيديو هون مشان يخلي القناتين ما شيات طبعا القناة التانية اسمه قناة ابن سوريا يعني اليوتيوب بيحقلك تفتح اكتر من قناة ما حدا بيجي بحاسبك هي على المشاهدات وعالهانا فهذا اللي انا مت يعني السيناريو اللي شو اسمه ابولاني اللي ممكن وهو السيناريو الاعتقد الارجح السيناريو التاني اللي ممكن يطلع فيه ابن سوريا انه يقلك ايه انا كنت عامل مقلب وكنت بدي اشوف غلاوتي عندكم وكنت بدي اعرف ما بعرف شو وكذا وهذا و ف industries 2000 – وعشان الناس اللي اشتركت بالقناة التانية معليش طبعا كل الناس يعني خلينا نقول مش كل اصبيع one واللي سامر طبعا اللي بيعرفوك lookая شخصيا اللي بيعرفوك انا ما بعرفوه شخصيا بس ان شاء الله اني كون بس اللي بيعرفوك ته شخصيا بس الملايين اللي عم تتفرج عليه عم تتفرج عليه من وراء الشاشة وعم تتفرج عليه ايش خمس دقايق عشر دقايق فما بنعرف يعني ما بنعرف طبيعة البنية هو نفسه قال في 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 الفيديو تبعه تبعه الانستغرام انه ديروا بالكم يا اخوان ديروا بالكم فانا هذا الفيديو نصيحته هو انه ديروا بالكم يا اخوان يعني لا لا تنغروا بشغلات كثير اتمنى اني اطلع غلطان وبقول انا كمان اذا طلعت انا غلطان او طلعت شكوكي مش بمحلة انا اسف يا سامري ابن سوريا وحقك علي بس ضميري ما سمح لي اني ما احكيش الكلمتين هدول طبعا هو لا في سب ولا في تجريح ولا مجرد افكار خطرة بالي او خطرة براسي عم تفكر بصوت عالي وحبيت اطلعها في فيديو عجبك تسمع له الفيديو اسمعه ما عجبك تسمعه تسكر واطلع ما في مشكلة وطبعا رح ينزل هذا الفيديو عليه الهاشتاغ تبع حق ابن سوريا والسلام عليكم